وكلمة حسبي الله ونعم الوكيل ده أنت ستة متربية ومؤدبة وستة راقية لو كنت قلتيني بادئ عليه بالعمى ولا بالمرض كنت أقولك لا كده دخلتي في عقوق حتى وإن كان هو من أهل العقوق وحتى وإن كان هو من أهل الأوزار لا إنما لما أقول حسبي الله ونعم الوكيل أنا أقولك حسبي الله ونعم الوكيل في مي المصورة وفحم الدغر المخرج إيه عملوا لك إيه ما عملوش حاجة خلاص أو بيقولك أنا مالي أعلم ما هوش عارف حاجة لأن القضية أنا كل القضية رفعت القضية من قاضي الأرض إلى قاضي السماء وكل واحد يحبني عايزه وكل واحد كل واحد يحبني يقول حسبي الله ونعم الوكيل إن كنت أعلى خير أتت لي الخير لما قل حسبي الله ونعم الوكيل فحم الدغر المخرج الجميل ده طب ما عمل ليش حاجة ما ظلمنيش ما ظلمنيش وهو خايف إن النهارده يقوم الجمعة عمالي يعمل في السماعة عمالي مركبنا هنا في الدانة دي ما ظلمنيش فحسبونا الله ونعم الوكيل اللي قلتها فيه دي تأتي له بالرزق وتأتي له بالخير وتأتي له بالزوجة الصالحة اللي تلمه وتأتي له بالبيت السعيد وتأتي له بالبيت الهني وبالزرية الصالحة لإني فوضت ربنا في تدبير حاله طب لو أنا ظلمني آه ده أنا نقلت القضية من قاضي الأرض إلى قاضي السماء فهنا يخاف هنا إيه يخاف لكن أنا ما دعيتش أنا قلت يا رب أنا عجزت أنا إيه عجزت فانت ضبر بقى الأمر فإن كان الأمر خير أتى بخير وإن كان بغير ذلك أتى بغير ذلك والقرآن الكريم ربنا يقول كده عشان أحمد داخل ما يخافش وتريحب الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل اسمع بقى الأخير فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم اسأل ربنا يعطيك من الفضل العظيم يا سيد أحمد قول اللهم آمين